بسم الله الرحمن الرحيم تعرفنا بالفيديو الأول على مقدمة عامة عن برنامج الماتلاب نحن نتعرف بإذن الله بهذا الفيديو على كيفية تعمل مع بيئة الماتلاب على كيفية إدخال المعطيات إدخال المصفوفات وتخزين البيانات خلونا نشوف تعرفنا على المقدمة السريعة عن برنامج الماتلاب وعلى البيئة العامة للماتلاب تعرفنا على الواجهة بشكل عام وعلى المكاتب وعلى القوائم الأساسية خلونا نتعرف على أجزاء الرئيسية ونتعلم كيف يمكن أن نأدخل متغيرات ونشوف كيف يمكن يتم حفظها نحن نتعرف بشكل سريع على أهم التعليمات الأساسية اللي يجب على مستخدم على أي مستخدم لبيئة الماتلاب أنه يعرفها بالبداية مثل ما نرى أهم بيئتين بالماتلاب البيئة الكماند ويندو اللي هي نافذة اللي بتم فيها كتابة الأوامر وبيئة الورك سبيس وهي مساحة العمل اللي بتم فيها تخزين كافة العمليات التي نقوم بها على سبيل المسال لو قمت بإدخال الرقم 5 منلاحظ راح يتم إسناده لمتغير محجوز لا يمكن إسناد لأله هو أنس اختصار لأنسر variable 5 تم حافظ variable value قيمته 5 منلاحظ تم حفظه يتم حفظه كمصفوفة وحاديات البعض سطر 1 عمود 1 أظهر قيمة 5 وأكبر قيمة 5 لو قمت بإدخال 5 ووضعت خلفها مباشرة فاصلة من قوطة منلاحظ راح يتم حفظها كمان ولكن 6 صارت 6 بالطبع أحد ملاحظات الهامة أنه الماتلاب راح يخزن العملية الأخيرة لنفس المتغير فلما ضغطت 6 خزن variable answer value 6 هي القيمة الجيدة اللي قمت بإدخالها لو أدخلت A تساوي الأربعة منلاحظ تم إسناد القيمة أربعة لمتغير variable A A value أربعة أما لو أعادت إدخال نفس القيمة وضعت بنهاية A2C4 من قوطة وقمت بضغط enter منلاحظ راح يتم حفظ النتيجة لو جعلتها D راح يتم حفظ النتيجة بالوركس بيس قيمتها أربعة ولكن لن يتم إظهارها لو قمت بضغط D أي استدعاء المتغير المتغير منلاحظ راح يتم ظهوره D تساوي الأربعة D تساوي الأربعة تعليمتين هام هامين CLC Clear Command راح تقوم بحزف كافة الأوامر من Command Window وإبقائها والحفاظ عليها بالوركس بيس لو ضغط بال Command Window A منلاحظ A تساوي الأربعة بال Command Window A تساوي الأربعة لو ضغطت ANS بالوركس بيس A تساوي الأربعة بال Command Window ANS enter منلاحظ ANS تساوي الستة وممكن بنفس الطريقة من خلال Clear Command بأعلى الشاشة راح يتم حزف الأوامر الموجودة بال Command Window بمجرد ما أضغط Clear Command راح يسألني All text will be cleared from the Command Window Don't show this prompt again وبالتالي راح يتم حفظون وما عد يظهر لي لاحقا هذا السؤال ملاحظ Clear Command تم حلف منلاحظ كمان لو ضغط D موجودة بال Work Space وبالتالي هي مخزنة بال MATLAB بيئة العمل مخزنة لو أردت حزف كافة المتغيرات المخزنة في الماتلاب كفي أني اكتب Clear اللي هي اختصار Clear Work Space منلاحظ راح يتم حزف كامل محتويات ال Work Space لو ضغطت الآن لو ضغطت الآن لو قمت بالضغط D منلاحظ Undefined Function أو Variable D عندي متغير أو Function تابع غير معرف وبالتالي ما تعرف عليه بسبب حسبه من Work Space طبعا من خلال Command Window ممكن انتعامل مع الماتلاب بمختلف الطرق فمسلا ممكن استخد معاسبي مثلا كالحسبة فلو أدخلت A تساوي الخمسة B تساوي الثلاثة ودخلت C تساوي A زائد B منلاحظ مباشرة تم تخزين C على مجموع الرقمين لو أدخلت مباشرة خمسة ناقص أربعة ممكن كمان أدخل عملية معقدة A ضرب C للأس B منلاحظ مباشرة رح يعطيني الحسابات حسب المفاهيم البرمجية المعروفة للجميع اللي هي الأولوية للأس ومن ثم للضرب ممكن كمان أسند لمصفوفة أو شعاع فمسلا لو دخلت A رح يتم تخزين A على أن شعاع مؤلف من أربع عناصر العنص أربع عناصر رح يتم تخزينه ك variable من نوع مصفوفة المصفوفة عبارة عن سطر واحد وأربعة أعمدة ممكن شوف طول المصفوفة من خلال التابع links مباشرة رح يعطيني عدد العناصر الموجودة بالمصفوفة واحد اثنين ثلاث اربعة مباشرة يعطاني اربعة ممكن اتعامل مع المصفوفات المربعة فمسلا لو أردت تعريف مصفوفة ثلاث سطور وثلاث عمدة مباشرة رح ادخلها بالطريقة المبينة A1 فراغ A2 السطر الاول السطر الثاني السطر الثالث منلاحظ رح يتمتح حسب الترتيب تخزينهم B1 اللي هي العنصر بترتيبة واحد من المصفوفة قيمته ثلاث B2 اللي هو العنصر الثاني B3 اللي هو العنصر الثالث منلاحظ لو ضغط Enter رح يعطيني ثلاث قيمة العنصر لترتيبه ثلاث من المصفوفة لو ضغط B5 رح يعطيني قيمة العنصر لترتيبه خمسة حسب الترتيب واحد ثلاث أربعة خمسة وبالتالي رح يعطيني قيمة خمسة مقدمة سريعة تعرفنا فيها من خلال هذا الفيديو عن المصفوفات وعلى بيئة العمل بالماطلاب رح نحكي بإذن الله بالفيديو الجاي بتفاصيل أكتر عن المصفوفات تعرفنا بهذا الدرس على بيئة الماطلاب كيفية تعمل الخال المتغير بالدرس الأول تعرفنا عن مفضلة العام بيئة الماطلاب وكيف مكوناته رح تتنوع بإذن الله بالدرس القادم البدل بمناقشة بأهم التوابع اللي بتتعامل مع المصفوفات ورح ندرس كافة أنواع المصفوفات سواء المصفوفات الرقمية أو المحرفية أو قناة التركشن ونشوفهم بالحلقة بالدرس الوقت السلام عليكم